نحن الضباط والصف الضباط وأفراد الكتيبات في هذه المشاة قطاع خديبه نعلنوا الانضمان للجيش والأمن الجنوبي تمرد يتلوه تمرد في أرخبيل سقفرة لا تتوقف الإمارات عن محاولاتها المكشوفة لاحتلال هذا الأرخبيل مستغلة الهيمنة المطلقة التي يفرضها التحالف على اليمن في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلاد فبعد شهر تقريبا من تمرد كتيبة حرس الشواطئ التابعة لللواء الأول مشا بحري وإعلان تأييدها للمجلس الانتقالي المدعوم للإمارات أعلنت الكتيبة الثالثة في اللوائدات تمردها والولاء للانتقال الذي أنشأته الإمارات ضدا على السلطة الشرعية وتواصل دعمه عسكريا في معظم المحافظات الجنوبية كل ذلك يحدث تحت أنظار قوات الواجب السعودية المزودة بكافة أنواع الأسلحة ولكنها لم تحرك ساكنا لإيقاف النشاط التغريبي للإمارات في الأرخبيل رغم ما يشكله ذلك من تناقض واضح مع الأهداف المعلنة لتدخلها العسكري في اليمن تنصرف الأنظار إلى ضابط المخابرات الإمارات خلفان المزروع المرتبط بحكام أبو ظبي والذي ينشط منذ سنوات في سقطرة تحت مظلة الإغاثة الإنسانية لكن دوره ينصب على تفكيك اللواء الأول مشا بحري القوة الضاربة في الأرخبيل والذي يقف إلى جانب السلطة الشرعية ويساند السلطة المحلية المناهضة للإمارات وشهدت الأشهر الماضية محاولات إماراتية حديثة لتحريك تمردات في الأجهزة الأمنية كان آخرها قوات الأمن الخاصة التي أعلن قائدها في الثامن عشر من الشهر الجاري رفضه قرار إقالته من قيادة هذه القوات في وقت تفيد الأنباء بأن الإمارات زودته بأسلحة وسيارات لتعزيز تمرده نطاق التمرد شمل شخصيات في قيادة السلطة المحلية بينها وكيل محافظة السقطرة رائد الجريبي الذي أفادت مصادر رسمية بأنه تسلم قبل أيام دعما إماراتيا شمل سيارة وأموالا لضمان تأييده خطة التمرد التي تنفذ بدعم سخي من أبوظبي وفي ظل هذا الوضع المضطرب بأرخبيل سقطرة تسجل قيادة السلطة الشرعية غيابا لافتا أثر العديد من الأسئلة بشأن التفريط غير المفهوم بالموقف الوطني الصلب الذي عبر ويعبر عنه أبناء أرخبيل سقطرة ضدا على محاولات أبوظبي فرض هيمنتها على هذا الأرخبيل تفريط تجلى في التغاضي عن وجود شخصيات في مواقع مهمة بالسلطة المحلية وفي الوحدات العسكرية والأمنية تظهر العداء للدولة اليمنية وتتخادم مع المشروع الإماراتي بشكل واضح بالإضافة إلى إبقاء الباب مفتوحا أمام ضباط المخابرات الإماراتيين لإدارة الخراب وشراء الولاءات وتسيير الرحلات الجوية